تحديث هذه الدورة إلى التمكين القانوني والحقوقي للصحفين باعتبار أن الخلفية القانونية والحقوقية مهمة بالنسبة للصحفي خاصة الشباب واستضفنا مجموعة من القضاءات المتخصصين في مجال القضاء والإعلام من أجل تأثير هذه الدورة التمكين التي يشارك فيها 20 صحفي وصحفية حاولنا من خلال مشاركة دينا الإبراز لجموعة من الأفعال التي تكتسب الصيغة الجرمية الواردة في القانون لضافة إلى العقوبات التي أوردها المشرع كجزائن لها مع الإشارة في جانب العقوبات أنه تم إلغاء العقوبات السهل والحرية وتم الاكتفاء بمجموعة من العقوبات البديلة ولسي من الغرامات المالية لضافة إلى الحديث عن خصوصية المتابعة أو تحريك الدعوة العمومية في قانون حرية القانون الصحف والنشر التي منحها المشرع خصوصية مقارنة مع الإختصاص القواعد العامة مشاركة الموديلية العامة الموطنية في هذا الورش والدورة التكوينية للصحفي والشباب تندرج في إطار تثبيت سياسة الموديلية العامة الموطنية في مجال الفتاح المجتمع المدني المفتاح إلى مختلف مشاريع المجتمع وكذلك وسائل إعلام مختلف مشاربي سواء المرئية أو المسموعة مشاركة دينا تندرج كذلك في إطار على أن الوسائل الإعلام تتمارسوا حدور مهم في تحقيق مصلحة العامة اليوم وأمس كذلك تلقينا واحد تكوين لأول مرة في أجادير أو في تكوينات الصحفية ليعرف حضور قضاة اللي نقشنا معهم قانون صحفة والنشر والملابسات اللي فيه واللي كان واحد اللقاء تفاعلي اليوم كذلك كان حضور إطار أمني اللي نقشنا فيه العلاقة المبين الصحفي والأجهزاء الأمينية